ونقول بالحقيقة أن ما يجري في أحداث سوريا لا يمكن وصفه باليسير ولكن أيضا لا نستطيع وصفه بالخطير على خارج سوريا وبالعراق تحديدا لوجود عدة معطيات سنتحدث عنها لاحقا في قراءة سريعة للأحداث الأحداث التي جرت في مدينة حلب والتي تبعد عن الحدود العراقية بحدود 500 كيلومتر أيضا الحدود الممتدة بين العراق وسوريا أكثر من 600 كيلومتر حتى نكون على بينة وعلى طلاع كامل وحتى نطمئن الجمهور العراقي بأن ما يجري من أحداث قد احتبرها خطيرة داخل العمق السوري ليس له لا خطر ولا تأثير مباشر على الواقع العراقي سواء أرسلت المعارضة السورية رسالة أطمئنان أو لم ترسل فلدينا جيش قوي ولدينا موانع كثيرة وعراق اليوم هو ليس عراق 2014 لكن أنا ودي اليوم أطرح ثلاث مبادئ أو مرتكزات أساسية يجب الأخذ بها حتى نكون في أمن وسيادة كاملة واطمئنان كامل المرتكز الأول لو سمحتيني هو الجبهة الداخلية وأقصد بها المناطق أو المدن المحاذية للشريط الحدودي للجارة سوريا كلما كانت الجبهة الداخلية قوية وأنا على يقين بأن هؤلاء السكان من هذه المدن عانوا الكثير من هذه العصابات ومن تدخلاتها وبالتالي ربما عاشوا محن كثيرة فأنا على يقين بأن ليس لهم لا تواصل ولا حتى ترحاب إذا ما حصل الخرق والخرق مستحيل جدا وقوعه هذا مرتكز أول المرتكز الثاني هو ضبط الحدود ويمكن أستاذ الضباط اللي خرجوا بتقريركم أكدوا أن ما نريد أن نطرحه هو موجود على أرض الواقع واللي أقصد به هو الصبات الكونكريتية لا سيما وأن العراق لديه أكثر من مليون صب جراء الأحداث التي حدثت بعد التغيير وأيضا شق أو يعني نستطيع أن يكون هناك شقوق تبعد عن تبعد المخاطر وأسلاك شائكة وهذا ما أكده الأخوة المتحدثون المرتكز الثالث وربما هو الأهم هو معالجة الأماكن الرخوة في العمق العراقي ربما توجد لدينا منطقتين هي وادي حوران وجبال حمرين التي تكون فيها غالبا خلايا نائمة تنشط بها ربما بعض الحواظ فيجب أن يكون تكثيف للجهد الاستخباراتي للطلعات الجوية كل هذه العوامل تساعد كثيرا على أن يكون العراق في وضع مستقر ووضع بعيد جدا عن هذا الصراع الدائر في سوريا باحتبار أن الجارة سوريا تشهد منذ مدة طويلة خلافات داخلية وربما جبهتها الداخلية والخارجية وحتى السياسية لا نقول منهارة ولكنها ملتهبة نوعا ما لوجود تدخل خارجي تدخل داخلي العراقي ينأى بنفسه عن التدخل في الشؤون الداخلية في البلدان وهذا واضح من سياسة التوازن التي تتبعها الحكومة الحالية والتصريحات التي دائما ما يتحدث بها السيد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة